شتامه كل العصور الرجل الذي سبأ آلاف بل ملايين من الأمهات المصرية هل عرفت إنه مرتضى منصور لحقيقة مش هعرف أتكلم باللغة العربية الفصحة أنا آسف مش هعرف أتكلم بلغة مش هيفهمها هذا الشتام السباب اللعان البلطاجي اللي ما فيش حد عارف يلمه قبل ما أتكلم في أي حاجة أنا عايز أقوله إبراهيم فايق الإعلامي والمضية حقك علينا إبراهيم والدتك هي والدة لكل المصريين الحقيقة الناس كلها شافت الفيديو بتاعك الناس كلها متأثرة جدا الناس كلها متعطفة معاك إبراهيم حقك علينا إبراهيم ربنا يرحم أمك وتقبلها في الصالحين معلش إحنا بنعيش في عصر بيتصدر أمثال مرتضى منصور فيه الشاشات بيتفتح له قنوات وبيمسك مايكروفونات وبيبدأ يسبأ أمهات الشعب المصري مرتضى منصور اللي ما حدش عارف يوقفه ولا حد عارف يقول له عيب اختشي اتلم لكن أنا النهاردة طلع أتكلم في حاجة تانية خالص الحقيقة كان في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام فيما معناه أن أنت بتشتم أبوك وأمك فالناس سألت إزاي تشتل بني آدم يشتم أبوه وأمه فقال أن أنت تسب يعني أبو الرجل فيسبه أباك وتسبه أمه فيسبه أمك فأنا الحقيقة هنا عايز أسأل سؤال الحقيقة من أول ما بدأت أتابع الشيء ده وأنا عايز أسأله هو مين اللي بيحمي أم مرتضى منصور وده ليس خروج على المهنية ده بالعكس أنا سؤال واقعي جدا ومنطقي جدا الرجل ده جماعة هو متخيل مين مش هقول مين بيحميه لا مين بيحمي أمه إنها ما تتشتمش يعني أنت لما بتشتم أم إبراهيم فاي ولما بتشتم أم مش عارف مين ولما بتشتم أم مين وأنا هجيب أمك يا ولد وأنا هعمل أمك وكلمة أمك اللي أنت أكمل أمهات اللي تكلم عنها هذا البذيء شتام كل العصور فأنا الحقيقة عايز أسأله يا سادة المستشار أنت مين بيحمي أم حضرتك مين بيحمي أم مرتضى منصور من أن يجي لها الشتيمة من كل أبناء الشعب المصري اللي أنت جيبت سيرة أمهاتهم ده سؤال مهم أتمنى يوصل لإسادة المستشار لأن أم حضرتك أنت كده بتشتمها لما بتشتم أم إبراهيم وأم فلان وأم علان في ناس كتير قوي في الشعب المصري الأم عندهم خط أحمر يا سادة المستشار فعيب اتلم اختشي لأن أم حضرتك مش أهم ولا أفضل ولا أكرم من أمهات الشعب المصري اللي أنت عملت سب وتلعن فيهم بالك سنين طويل